قتل شرطيان في اطلاق نار بالقرب من مزار سياحي في هونولولو عاصمة هواي وأفادت وسائل أعلام محلية أن المشتبه به طعن صاحبة المنزل التي يؤجر منها والتي كانت تحاول طرده ثم أطلق النار على الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث وبعد ذلك أشعل المشتبه به النار في المنزل والتي امتدت إلى المباني المجاورة ودمرت أربعة منازل على الأقل على وقع أنغام الحب والأوتار الموسيقية الكلاسيكية قدم سبعة موسيقيين أمسية مميزة نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالتعاون مع سفارة بلغاريا لدى البلاد في مركز اليورموك الثقافي بعنوان موسيقى من بلغاريا وأبدعت المغنية ميليتزا جلانيشكا في الأمسية التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي السادس والعشرين حيث أجادت الغناء والتمثيل وكان صوتها استثنائيا وهو المتوقع لكونها غنت في عدة أفلام واستخدم صوتها لمؤثرات صوتية مختلفة